بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشغى إلا تذكرة لمن يخشى تنزينا ممن خلق الأرض والسماوات العلاء الرحمن على العرش استوى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشغى إلا تذكرة لمن يخشى تنزينا ممن خلق الأرض والسماوات العلاء الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر في القول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو لك الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رغى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدا فلما أتاها نوذي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني واقمي صلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى ومن تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا توكع عليها وأمش بها على غنبي وأمش بها على غنبي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وامم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قبلي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي شدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن يقذفيه في التابوت أن يقذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم وبالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولدصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الضم وفتناك فتونا وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تليا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قالا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فاتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من يتبع العدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بان القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسنك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتا كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاوة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجلتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وإنكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم اعتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبانهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسي خيفة موسى قلنا لا تغفنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأخطعن أيديكم وأرجلكم من خلافهم ولأصلبنكم في جدوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نعثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض من تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قنعمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العنا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن نسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجلوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسنوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تضغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتذا ومن أعجلك عن قومك يا موسى قال هم هنا على أثلي وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السابري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعده قالوا من أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك ألقى السابري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فلسين أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما بتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا أمري قالوا لن نبرح علي عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أبعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ برحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تركب قبلي قال فما خطبك يا سابري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبرت قبرة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفها وانظر إلى إلهك الذي ظلت علي عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء من قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ بالصار ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخابتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسبها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ويسألونك عن الجبال فقل ينسبها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجله وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من لنه الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى وغى إليك وحيه وقل رب سدني علما ولقد عيدنا إلى آدم من قبل خلسيا ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدم لك ولزوجك فلا يخرجنك ما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لن تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أذلك على شجرة الخلد قال يا آدم هل أذلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوأتهما وطفقوا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغضى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداها قالوا بطامنا جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يؤتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى قال رب لبحشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدنهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان نزاما وأجن مسمى فاصدر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترمى ولا تمدن عينيك إلا ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خيرا وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآياتهم من ربه أولم تأتيهم بينتما بالصحب الأولى ولو أننا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلموا لمن أصحاب الصراط السوي ومن اهتذا بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أبتأتون السحر وأنتم تمصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغأت أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أبهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسلفين لقد أنزلنا إليكم كذابا في ذكركم أبنا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يرقلون لا ترقلوا وارجعوا إلى ما أتلفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له ولاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصبون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفتون أم اتخذوا آلية من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلية إلا الله نفسدتا فسبحان الله رب العرش ما يصبون لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلية قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرمون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمر يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسيا تنيد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتنون وجعلنا السماء سغفا محفوما وهم عن آياتها معلمون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير بثنة وإلينا ترتعون وإذا رأىك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا آذى الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأليكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يتلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عندك لربهم معلمون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل نتعنا أولئك وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض لنقصوها من أطرابها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا لا ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القصة اليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان نثقان حبة من خردن أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهمون الفرقان وضياءهم وذكرا للمتغين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه الثماثيل التي أنتم لا عاكبون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فضرهن وأن على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيد أن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أبا تعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أغفر لكم ولما تعبدون من دون الله أبلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ونوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكنا جعلنا صالحين واجعلناهم أئمتا يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ونوطا آتيناه حكما وعلنا ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسغين وادخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادا من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرغناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصبة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكف لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إلا هم من الصالحين وذنون إذا لم غاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إلي كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الواردين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصلت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية لعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإما له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حذب ينسلون واغترض الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفيرا وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نضوي السماء كطيس جن من الكتب كما بدأنا أول خلق معيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال ربهم بالحق قال ربهم بالحق وربنا الرحمن وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زرزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مربعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وباهم بسكارا وترى الناس سكارا وباهم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كذب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريبهم من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من مضبة ثم من علقة ثم من مضبة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا علي الماء أهزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيجة ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفي ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الظنان البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدل بسبب إلى السماء ثم ليقطع ثم ليقطع فلينظر هل يذهب أن كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسكن له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذا لخصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا بطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به من في بطونهم والجنود ولهم قامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا صالحات جنات تجري من تحتها الأدنار يحلون فيها من أساغر من ذهب ولؤلؤم ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء للعاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ندقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك فيه شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعنا كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الألعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تبتهم وليوفوا نذورهم وليصرفوا بالبيت العزيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثال فاجتنبوا الرجس من الأوثال واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك في الله فكأن من خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من ثقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فلن أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا مكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله نحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع للذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يكتنون بأنهم ظلموا وإن الله على نصيهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض له دمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد ذكروا فيها اسم الله كثيرا وليننصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأمروا بالمعروف ولهوا عن المنكر ولله عافبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوحي وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم نوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان لكير فكأي من قرية أهلكنا وهي ظالمة فهي خاوية على عراشها وبئر معطلة وقصر مشين أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أبنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شكوء بعيد وليعلم الذين موتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فيؤمنوا به فتخلت له قلوبهم وإن الله لهذه الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذابين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرزقين لينخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوكب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة فتصبح الأرض مخضرة إن الله لظيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي يحيىكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكبور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعونك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جاجدوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دور الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما نظلمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتنون عليهم آياتنا قل أفنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا بئس المصير يا أيها الناس مرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنكذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصناة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون أولئك هم الوارثون الذين يرثون فردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سنانة من طيل ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا المطفة علقة فخلقنا العلقة مضوة فخلقنا المضوة عوما فكسونا العوام لحما ثم أنشهناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع ضرائق وما كنا عن الخلق الغفلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأ ما لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الألعام لعبعة نسخيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملؤ الذين كبروا من قومه ماذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في هبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلق فيها من كل زوجين اذنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ولموا إنهم مغربون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرن الآخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملغ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاصرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظابا أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إنه إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال رب انصرني بما كذبون قال عن قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم وثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم انشأنا من بعدهم قرون آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستاخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضا بعضا فأتبعنا بعضا بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يحددون وجعلنا ابن مريم وأمه آيثا وآويناهما إذا رضوة ذات قرار وبعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون علي وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقفعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نبدهم به من مال وبنين نسانع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرتهم من هذا ولهم أعمالهم من دون ذلك هم لها عابلون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأوا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي ذتنا عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتذبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبعوا الحق أهواءهم لفزدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معلمون أم تسألهم خرجا فخراجوا ربك خيرا وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكمون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعملون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا ابتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبنسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئلة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت ولو اختلاف الليل والنهار أفذا تعقلون بل قالوا مثل ما قالوا الأولون قالوا أئذا مثنا وصلنا ترابا وعظاما أئنا لمبعثون لقد وعذنا نحن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السنع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصبون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع في التي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحمرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزقون إلى يوم يبعثون فإذا نبق بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتزالون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بهم تكربون قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين قالوا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمننا فاغفر لنا وارحمنا وأنسى خير الراحمين فانتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكلتم منهم تبحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قالوا كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قالوا إن لبثتم بالله قليلا لأنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إله الآخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ويشهد عذابهما طائبة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلونهم شمادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرى عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ونولى فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفت عصبة منكم لا تحسبوه شرعا لكم بل هو خير لكم لكل مري منهم ما اكتسب من الإثم والذي ثولى كبره من قبله عذاب عظيم لولا إن سمعتموا فظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفت المبين لولا جاءوا عليهم أربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تنقونه بأنشنتكم وتقولون بأخوانكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتم وقلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتال عظيم يعيركم الله أن تعودون مثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والأنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتنون الفضل منكم وسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفووا ليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولها معذاب عظيم يوم تشهد عليهم أنسلتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم إذن يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرعون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن كيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تمدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم للك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ولا يغضين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يغضين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بيرجرهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنتحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع والعليم وليستعف بالذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتعون الكتاب إما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكرهه مغفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتغين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يجيج من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربيا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت نذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيه انتجارة ولا بيع عن ذكر الله ويقوم الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتغلب فيه القلوب والأبصال ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بكيعة يحسبهم رمآل ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر النجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب غلما أهل بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله علي بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يوله بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكعد سنا برقه ينهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على بجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فليكن منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فليكن منهم معرضون وإن يكون لهم الحق يأتوا إليهم الذعين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم من يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن أمرتهم ليخرجوا قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدننهم من بعد خوفهم أبنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وأعطوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلهم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومعواهم النار ولباس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناحا بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون لكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمابكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحا أو صديقكم ليس عليكم جناحا أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إلا من مؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله أفور رحيم لن تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليهم أنا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريف في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفتن افتراه وأعانوا عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه مكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلغى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أمر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتذنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتم من مكان بعيد سمعونها تغيرا وزفيرا وإذا ألقوا بنا مكانا ضيقا مقرنين دعونا لك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي أعد المتخون قل أذلك خير أم جنة الخلد التي أعد المتخون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ومن أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليطلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة نتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لكم أنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه أباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خيرا مستقرا وأحسن رقينا ويوم تشطط السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا البلك يومئذ للحق للرحمن البلك يومئذ للحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ خلانا خليلا لقد أظنني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شروا مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا ذهما إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتذنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبضرنا تتبيرا ولقد آتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا أعرك يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كان ليضلنا عن آلهتنا نولى أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخل إلهه وهواه أبأ أنت تكون علي وكيلا أم تحسب أن ترهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعاب بل هم أضل سبيلا ألم ترين ربك كيف مند الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس علي دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباثا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا لنحي به بلدة ميتا ونسخيه مما خلقنا أنعاما وأنا سي كثيرا ولقد صربناه بينهم ليذكروا فأبا أكثر الناس إلا كفورا ونو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا مرح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشر فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه وهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل من أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبزح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبزح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق الزماوات والأرض وما بينهما في سدة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل له مسجدون الرحمن قالوا ومن الرحمن أنا اسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وطمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونى وإذا خوطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساعة مستقرا ومقاما إنها ساعة مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون بع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا والذين لا يدعون بع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عبلا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله ومروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعبيانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا وينقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي نولا دعاؤكم فقد كلبتم فسوف يكون نزاما بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك برخل نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شاء نزل عليهم من السماء آية فظلت عناقهم لها خاضعين وما يعجيهم من ذكرهم من الرحمن محدث إلا كانوا عنهم معرضين فقد كذبوا فسيجيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبثنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثر من مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ لعدى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال ربي أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل على بني إسرائيل قال ألن ربك فينا وليدا ونبثت فينا من عملك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهبني ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقمين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجلون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إله غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال بأت به إن كنت من الصادقين فألقى وصاه فإذا هي ثوبا مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث بالمدائم حاشرين يأتوك بكل سحر عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالا وابعصيا وقالوا بعزة فرح لإنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقى السحرة ساجدين فألقى السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوب تعلمون لأغطعن أيديكم وأردنكم من خلاف ولو صلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إلا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر العباد إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشذمة قليلون وإنهم لنا لغائرون وإنا لجميعون حاذرون فأخرجناهم من جناتهم وعيون وكنوزهم ومقام كريم كذلك وعرثناها بني إسوئين فأتبعوا المشرقين فلما دروا الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدردون قال كلا إن معي ربي سيهدين قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى لضرب عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزغفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك آية وما كان أكثر من مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم واتن عليه النبى إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم من كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسخين وإذا مرغت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطلع أن يغفرني خطيئتي يوم الدين رب هبني حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من وردة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الظالمين ولا تخزيني يوم يبعثون ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأذرفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصروا لكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاون وجنود إبنيس أجمعون قالوا لهم فيها يفتصمون تمره إن كنا لفي ضمان مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو ألمنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله ونطيعون وما أسألتم عليه من مجر من مجر إلا على رب العالمين فاتقوا الله ونطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي ذو تشعرون وما أنا بطالد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الغلك المشحون ثم أغطنا بعد الباطين إن في ذلك لآيتان وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عابل المرسلين كذبت عابل المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إن لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون ومن أسلكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبدون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجناتهم وعنون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنيا وإن ربك له والعزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر المسرفين ولا تطيعوا أمرا المسرفين الذين يشدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين لنت إلا بشر مثل نافات بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخو لكم عذاب يوم عظيم فاعقروها فأصلحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوطن المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوطن ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر من أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قول عادون قالوا لهم لم تنتهي يا نوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر منذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجري إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسديا واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسكر علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قالوا ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثر من مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المندرين بنسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليه ما كانوا به مؤمنين كذلك سنتناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذاب لا يستعجلون أفرأيتم متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أغنى من قرية إلا لها منذرون ذكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم للسمعين معزولون فلا تدعوا مع الله إلها الآخر فتكون من المعذبين وأنبع شيرتك الأقربين واخفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتغلرك بالساجدين إنه هو السميع العليم هل منبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك نثيم يلقون السمع وأكلمهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغابون ألم ترنهم في كل وليه يهينون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلب بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك نتلقى القرآن من لدو الحكيم العليم إذ قالوا رسول أهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نوذي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتزك أنها جن ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لديها المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسغين فلما جاءتم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيخلتها أنفسهم انظرناهم مع دهوى فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داول وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داول وقال يا أيها الناس علنا منطق الضير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النبل قالت نملة قالت نملة يا أيها النبل دخلوا مساكنكم لا يحطم أنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من كولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي ألعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدود أم كان من الغائبين لأعذب أنه عذابا شديدا أو لأذبح أنه أو ليأتي عني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سباء بنبئي يقين إني وجدت امرأة تملكها وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون أن لا يسجدون الله الذي يخرج الخبأ بالسماوات والأرض ويعلم ما تخلون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليه ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أتوني في أمري من كنت قاطعة الأمرا حتى تشعود قالوا نحن ولو قوة وألو بعس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قول أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتنهم بجنود لا كبل لهم بها ولنحجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأاه مستقر عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا له عرش ما ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتي للعلم من قبلها وكنا مسلميا وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافريا قيل لها دخل الصرح بلما رأتها حسبت لجة وكشبت عن ساقيها قال إنه صرحا ممرد من قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهض يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا نصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عنقبة مكيما ما دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لتهم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقوبي أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوطين من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته وقدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر منذريا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون أما انخلق السماوات والنرن وأنزل لكم من السماء ماء فأنبثنا به حذائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإلى هم مع الله أإلى هم مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل له رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإلى هم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المفطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإلى هم مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإلى هم مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبلغ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإلى هم مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كبروا أينكم ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا لحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيقهم مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون رد فنكرون بعض الذي تستعجلون وإن ربك لدو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكون صدورهم وما يعلنون وما من رائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مجبريا ومن تبهد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشوا من كل أمة فوجا من من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينبخ في الصون ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين وتر الجبال تحسبها جامدة وتر الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير من أم فزعيه يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرماها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضن فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيديكم آياته فتعرفونها وما ربك بغفل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من مبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أنها شيعا يستضعف ضائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي لساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نكون على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وذنودهما منهم ما كانوا يحمرون وأوحينا إله من موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخوفي ولا تحزني ولا تخوفي ولا تحزني إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح قعد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوبهم وهم لا يشعرون وحرامنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغا شدا واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجد المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلا لهذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثوا الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بمن أمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك نغوي مبين قال له موسى إنك نغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو له ما قال يا موسى أتريد أن تغتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن المنأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج من خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهدي لي سواء السبيل ولما ورد ما أمدي لوجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خرضتما قال تانا نسلي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عني القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استاجره إن خير من استاجرت القوي الأمير قال إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين قال إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أثمنت عشرا فمن عندك ومن أريد أن أشق عليك ومن أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كذو إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نوري من شاطئ الوغد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جن ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسكدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك فرهانان من ربك فذلك فرهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عملك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا فلن يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الظالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوكذ لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأمنه من الكاذبين واستكبره وجدوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناهم جدودا فنبذناهم في اليوم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتنوا عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسليا وما كنت بجانب الطول إذ نادينا ونأتر رحمة من ربك لتنر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتال من عند الله هو أهدى منهما أتبعه أتبعوا إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبونك فاعلم أن من يتبعون أهواءهم ومن أظل ممن اتبع هوله بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرم مرتين بما صبروا ويدرعون بالحسنة السيئة ومما رزقناه من فقود وإذا سمعوا له وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وإذا سمعوا اللغوة أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولا نمكن لهم حرما آمنا إن يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهل ظالمون وما موتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقاء فلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة إلى المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعون قال الذين حق عليهم الخون ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تضغئنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركائكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبته المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمل في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تنصرون ومن رحمته جعلنكم النيل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله فعلموا أن الحق لله وظل عن ما كانوا يفترون إن قرون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الخنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصمة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ بي من آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولن تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جبعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم أوي لكم ثواب الله خير لمن آمن ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا ينقى إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجل أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحظ وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتم الذين من قبلهم فليعلم أن الله الذين صدقوا فليعلم أن الله الذين صدقوا وليعلم أن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقوا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السبيع العليم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السبيع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين إن الله لغني عن العالمين ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا صالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون والذين آمنوا وعملوا صالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لذشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبعكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخننهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا اتبعوا سبيلنا والنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسعنون يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أوسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه عبدوا الله واتقواه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفجار إن الذين تعبدون من دون الله لا يبلكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيدوا إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة فإن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولكائه أولئك ييسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قلوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخلتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعل بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمل له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحدهم من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناذيكم الهنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على الخوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها نوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأتها كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا بوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل ذلك القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم عبد الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجبة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تفين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقالون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات ولقد جاءهم موسى بالبينات فستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من خذتوا الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن لهم مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لرتاب المبطنون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا منزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفي من أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطن وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيظة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوكم ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها النار خالدين فيها نعم أجر العابلين الذين صبروا على ربهم يتوكنون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولوا إن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهوا ونعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في البلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكلوا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخضب الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم صبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم صبلنا وإن الله نمع المحسنين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولوا إن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا نهوا ونعب وإلا الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما أوتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم بمن افتروا على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهديا لهم صبلنا وإن الله نمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين غنبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يصيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمرها أثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبنس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشياهم وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها واجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته بنامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ما فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له خانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهوال عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حليفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقلقون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لخوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم الملعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعنهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثر مشركين فأقم وجاك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفرب عليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجره الفلك بأمره ولتمتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبل فرسلا إلى قومهم فجاءهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستمشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوهم اصفرا لظلوا من بعد يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوثوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعثمون ولقال مربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يمكنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة ويوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهوى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخنها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسيا تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبثنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا نقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال نقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان لوالديه حملة أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكرني ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم اثقان حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يأبني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضر من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعما ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجاه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفر إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليهم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سأتم من خنق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغر أنكم الحياة الدنيا ولا يغر أنكم بالله الغرور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغر أنكم الحياة الدنيا ولا يغر أنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم تنزين الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعنهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من وليه ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سنانة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار وجعل لكم السمع والأبصار والأفتنة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكن بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسبعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا مؤمنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نزيتم لقاء يومكم هذا إنا نزيناكم وذوقوا عذاب الخل بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خلوا سجدا خلوا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفسهم ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكلهم إن في ذلك لآياتنا فلا يسمعون أولم يروا أن أهل سوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعلم عنهم وانتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون من أمهاتكم وما جعل دعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح في من أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواج أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مصدورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوحي وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترواها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنولا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثربنا مقام لكم فارجعوا ويستعذر فريق منهم النبي يقولون إن بيوت لا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا البثنة لآتوها وما تلفثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذو الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقاهرين لإخوانهم الأم إلينا ولا يأتون البحث إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تجور أعينهم كالنذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سنقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذابوا وإن يأتي الأحزاب يودعون وأنهم بعدون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله رسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بذلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفر الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صيصهم وقذب في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتفسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأوالهم وأرض لم تضرها وكان الله على كل شيء قديرا يا ريو النبي قل أزوارك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وسينتها فتعالي لهم اتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدني المحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن لفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب وضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليرهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات وصائمين وصائمات والحافظين فرجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهم وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا من الله بإذنك وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتوا المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت عجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجر نبعك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أرد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمالهم لكي لا يكون عليك حرجا وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتأوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدلا ذلك أدلا أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين ويرضين بمن أتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت أمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تنخلوا بيوت النبي لا تنخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا ولكن إذا دعيتم فالخلوف إذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانون واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثلا مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضا والمرجفون في المدينة لنغرهنك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ذقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعلى الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وتبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعلم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأهم الله فبرأهم الله مما قالوا وكاد عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويعفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا أرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظنوما جونا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما ينج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بنا وربين تأتي أنكم عال بالغيب لا يعزب عنه مطان ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين هم منوع من الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز النليم ويرى الذين أود علم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهديه إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا أن ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خنف جدين أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أهديهم وما خلفا من السماء والأرض إن نشأ نخصف لهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك نآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألانا له الحديد أن يعمل سابغوتي وقدر في السرز وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح ودوها شهر ورواحها شهر وأسرنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا ندفه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وجفان كالجواب وقدور الراسيات أعملوا آدى داود شكرا وقليل من عباده الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كنوا من رزق ربكم واشكرونه بلدة طيبة ورب الغفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي وكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروها المجلزي إلا الكبور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا فاعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فاجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور ولقد صدق عليهم إبريس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة بمن هو بنا في شك وربك على كل شيء حفير قل دعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقى نذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ضرير ولا تنفعوا الشفاعة عنده إلا لمن أذنه حتى إذا بزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجربنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العلي قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم يعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستخدمون وقال الذين كفرون أن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استنعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استنعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استنعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداذا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلها الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ومن أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أبوالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زرفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محمرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثر منهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعضهم نفع ولا ضر ونقول للذين ظلموا ذوقوا على بالنار التي كنتم بها تكذبون وإذا كتنا عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفتم مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما أوتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان ذكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو وإلا نذير لكم بين يدي عذار شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن يجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يطلب بالحق علام الغيوب قل جاء الحظ وما يبدأ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو دروا إذ فزعوا فلافوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعين وقد كفروا به من قبل ويطرفون بالغيب من مكان بعين وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بعشعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرن جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة أثناء وثلاثة واربع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرجعكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تعفكون وإن يكذبوك فقل كربت وصلهم من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تضرنكم الحياة الدنيا فلا تضرنكم الحياة الدنيا ولا يضرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فانتخذوه عدوا إن الشيطان لكم عدو فانتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم علىهم شديدا والذين أمنوا وعملوا صالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عملي فرآه حسانا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلن تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحلينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من ثراب ثم من نضبة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إلا في كتاب إن ذلك على الله يصير وما يسلو البحران هذا عذب فرات سائر شراب وهذا ملح جاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخرا تبتغوا من فره ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من فطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبعك مثل خبير يا أيها الناس يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر أزوة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الغلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرار وما يستوي الأحياء ولا الأبوات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع في القبور إن أنت إلا نذير إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كبروا فكيف كان ذكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جلد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والزواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز رفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لنتبور ليوفيهم وجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤهم ولباسهم فيها حلير وقالوا الحمد لله الذي أباب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا ينسنا فيها نصبا ولا يمسنا فيها لغوب والذين كبروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابنا كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا ويرى الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالمي بالسماوات والأرض إنه علم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلفوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينتهم منه بل إن يعدوا الخالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلها وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر أباهم فهم غافلون لقد حق القول على أثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناكهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقبحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة فبشروا بمغفرتهم وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليه متنين فكلبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ومنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتقن من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قوله من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعزمون ألم يروا كم أملكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شر ممرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آياتهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعن من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم ينسنون قالوا يا ويلنا من باتنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلموا نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكنون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تحفظوا الشيطان ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنعبدوني هذا صراط مستقيم ولقن أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلواها اليوم بما كنتم تكبرون إصلواها اليوم بما كنتم تكبرون اليوم نخدم على أفواههم اليوم نخدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجل بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضياء ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكرهم وطرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوظهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخنوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لن يستطيعون نصرهم وغام لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يحصرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من مضفة فإذا هو خصي مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناوا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والنر بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم وصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا سماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطب الخطبة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهمهم أجد خلقا أمن خلقنا إلا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آيتان يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما لإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم أنتم داخرون فإنما هي تجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون وحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساهلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطانهم بل كنتم قوما طاضين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أإنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطعف عليهم بكأس من معين بيض أنذة الشاربين لا فيها غول ولا هم عنها منزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول إن مكن من المصدقين أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحمرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا المولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفرز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إن أجعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه روز الشياطين فإنهم لآكلون منها فبالئون منها البطور ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم مالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك لجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لي أبيه وقومه ماذا تعبدون أئف كان آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقير فتولوا عنه مجبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنظخون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إذن يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنونه بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبير وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرعيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاغ المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبركنا عليه وعلى إسحاقه من ذريته ما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنك ذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلان وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوا فإنهم لمحمرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنك ذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهلا أجمعين إلا عجوزا في الآبرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبهناه بالعراء وهو سقيما وأمتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إن آتا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليكونون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين معنكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحمرون سبحان الله عما يصبون إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صار الجحيم وما نبنا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانون يقولون وإن كانون يقولون لو أن عندنا ذكرى من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سوفت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أملكنا من قبلهم من قرن فلا دوا ولا تحين بنا عص وعجبوا أن جاءهم منذروا منهم وقال الكافرون هذا ساخر كذاب أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا خلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم له ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوحي وعاد وفرعون ذو الأوتاب وثمود وطول وطيم وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل مننا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة أما لها من فواق وقالوا ربنا عجلنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون وابتر عبدنا داود ذا الأيد إنه أبواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشومة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع بالنغام قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط ولا تشتط أهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفر ليها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة وإن كثير من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض إن الذين آمنوا وعمروا الصالحات وقليلوا ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربا فاستغفر ربا وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن باب يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما لسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لذاود سليمان نعم العبد إنه أغواب إذ علموا عليه بالعشي صافنات الجياند فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطبق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على فرسيه جسدا ثم أناب قال هب اغفري وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن باب وانكن عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ألقب برجلك هذا مرتسل بارد وشراب ووغبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرانه للألباب وخل ليدك ضغثا فضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أبواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذلكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن بآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا الرزق ما له من نفاذ هذا وإن للطاغين نشر بآب هذا وإن للطاغين نشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهد هذا فليذوكوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتمه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فسدوا عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يخصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجديا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكفرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتيه إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأمينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين ولتعلم أن نبأه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زرفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر لو أراد الله أن يتخذ ولدا نصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعاب ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصربون إن تكفروا فإن الله غني عنكم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم ولا تزروا وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آلاء الليل ساجدا وقائما يحذروا الآخرة ويرجوا رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إني الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلم ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم ولو الأرباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفا أنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف ثم بنيه تجري من تحتها الأنهار وعد الله وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم ترى أن الله أنزل من السماء ما أنفس لكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكران أولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا مدشى بها مثالي مثالي تقشع منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله ومن يضل الله فما له من ناد الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالي تقشع منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوطوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أعلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء الوحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرا بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فماله من هذا ومن يهد الله فماله من مضر أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل أفرأيتهم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر نلهن كاشفات ضره أو أرادني برحمة نلون ممسكات رحمته قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن يهتدها فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منابها والتي لم تمت في منابها فيمسك التي قبر علي الموت ويرسل الأخى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعا قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وإذا ذكر الله وحده شمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئة ما كسبوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فترة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قاله الذين من قبلهم فما أغلى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئة ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئة ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله أن تقول نفس يا حسرة يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسود ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمبعزتهم لا يمسهم السود ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون ونبخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نبخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجئ في النبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفسهم ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها فبعزمت والمتكبرين وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبعزمت والمتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم طبتم فانخروها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض ونتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليلحظوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدل التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكفر من مقتكم أنفسكم إذ تلعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كرم الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التناق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله لله الواحد القرار لينذر يوم التناق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القرار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخبط صدور يعلم خائنة الأعين وما تخبط صدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوهم أشد منهم قوتا وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اغتلوا أبناء قالوا اغتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون أغذروني أغتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني أغت بربه وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يكون ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي أعمل يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل داب قوم نوحي وعاد وتمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مجبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوصر من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان لتهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان وقال فرعون يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زينني فرعون سوء عملي وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني ليكفر بالله ومشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفا لا جرم أنه تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلها لفرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكت أتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع ظالمين معذرتهم يوم لا ينفع ظالمين معذرتهم ولهم اللعلة ولهم سودا ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حقا واستغفر لذنبك وسبح بحمل ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة آتية الأريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلك الله ربكم خالق كل شيء لا إذا عند إلا هو فأنا توفكون كذلك يؤفقوا الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم النر قرارا والسماء بناءا وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني دهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم ترين الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يصحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يصحبون يصحبون في الحبيب ثم في النار يسكرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم لما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها فبأس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حكم فإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان الرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر منالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها مننفع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الخلق تحملون وعليها وعلى الخلق تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزعون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هناك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب قصلت آياته قرآن عربي لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكمة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عابلون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنباء إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وبيل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم عجر غير مبنون قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرمى في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء لسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اعتيا طوعا أو كرا قالتا أتينا طائعين فقضوا من سبع سماواتهم في يومين وأوحى في كل سماء أمرا وزينا سماء الدنيا بمصابيح وحفرا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جنتوا الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا ننزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا علي إبريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزابهم لننصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشروا عداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خنقكم أول مرتين وإليه ترجعون وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتهم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيرنا لهم القرى أفزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم الغول في أمم قد خلت من قبلهم من الجل والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعون هذا القرآن والغوفي لعلكم تغلبون فلنريغن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا لذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتغي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تسلو الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغهم فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع العلي ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واستجدوا لله واستجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأموا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء أهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كبروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما نقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآن أعجبيا لقالوا لولا فصلت آياته أعجبي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفى والذين لا يؤمنون في أهدانهم وضروا وهو عليهم عبى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختنب فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه بريب من عمل صالحا فلنفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمالها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك قالوا آذناك ما منا من شهيد وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأل إنسان من دعاء الخير وإن مسه شر فيعوسا قنوط ولئن أذقناه رحمة منا بما عند ضراء مست ليقول أن هذا لي وما ظن ساعة قائمة وليرجعت إلى ربي إنني عنده للحسن فلننبئ الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غريض وإذا أنعنا على الإنسان أعرضنا بجانبه وإذا مسه شر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أظلمهم من هو في شقاقهم بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا أنهم في برية لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم حارم عين سنقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما بالسماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقه إن والملائكة يسبحون بحمد ربهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآن العربي لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيم فاطر السماوات والنور جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيئا وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبرى على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتدي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تضرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجلي مسمى نقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه بريب فلذلك فادعوا استغم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا أعهالنا ولكم أعمالكم لن حجت بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضوحبة عند ربهم وعليهم غضبا ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب ليستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في ساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من مصير أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين منا كسبوا وهو واقع بهم والذين آبدوا وعملوا الصالحات في روبات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم هو الفصل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إن المودة في القربى ومن يغترف حسنة نزل له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك وينقو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم من ذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خفير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قلطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ومن أصدكم من مصيبة فبما جسبت أيدي قبوة يعفوا عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا لصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعنام إن يشاء يسكن الريحة فيضللها رواكد على ظهره إن في ذلك نآيات لكل صبر شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفع عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاه الحياة الدنيا وما عند الله خير وما عند الله خير وهبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يجتلبون كباهر الإثن والفواحش وإذا ما غضموهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي وهم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل إنما السبيل هو للذين يظلمون الناس ويرغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يظلم الله فما له من وله من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وترى هم يعودون عليها خاشعين من الدر خاشعين من الدر لينظرون من قرف خفي وقال الذين آبدوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيام ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولي أينصرونهم من دون الله ومن يؤمن الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له ما لكم من مرجع يومئذ وما لكم من نكيا فإن أعرضوا فمن أرسلناك عليهم حفيرا إن عليك إلا البلاغ وإن إذا ألقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصفهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عطيما إنه عليم قدير وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا إلا وحيا أو من روح حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا من كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من مشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إننا جعلناه قرالا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتي من نبي إلا كانوا به يستهزعون فأهلكنا شد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي لزل من السماء ما بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستغوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم انتخذ مما يخلق بناتهم وأصفاد بالبني وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا فدل وجهه مسودا وهو كريم أومن ينشع في الحرية وهو في الخصام غير أضبين وجعلوا البلائكة الذين هم عباد الرحمن إن آفا أشهدوا خلقهم ستفتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم لهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك من أوصل من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفها إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قالوا لو جدتكم بأهداء ما وجدتم علي آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم الأبي وطومه إنه براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعتم هنا وأباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحرا وإنا به كافرون وقالوا لولا نسل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليندخن بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة سقفا من فضة وبعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتغين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقير له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشيقين فبعس القرين ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أبأ أنت تسمع الصم أو تهدي العميع ومن كان في ولال مبين فإن ما نذبن بك فإنا منهم منتقمون أو مرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدون فاستمسك بالذي أنحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى لآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يرحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أحدها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك لما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى الفرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تمصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا أبقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مغترمين فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفوا لن تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ظل برن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أعليتنا خير أم هو ما ضربونك إلا جذلا بل هم قوم خصمون إنهم إلا عبد أن عنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولولو نشاء نجعل لنكم ملائكة في الأرض يخلقون وإنه لعلم للساعة فلا تمترون بها واتبعوني هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جاتكم بالحكمة قال قد جاتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذين اختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تحتها هم بعدة وهم لا يشعرون أن أخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحسنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطعف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أولدتمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة مما تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا مظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكذون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا مظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكذون لقد جئناكم بالحق ولكن لأكثركم للحق جارعون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كون للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون وهو الذي في سماع إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن أولئك أولا يؤمنون فاصبح عنهم وقل سلام فسألوا فيعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حاليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إلا كنا منذرين فيها يخرج كل أمر حكيم أمرا من عندنا إلا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويبيت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقل يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عن العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبينا ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبتش البرشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعنوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني هدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسرب عبادي ليلة إنكم متبعون فأسرب عبادي ليلة إنكم متبعون وترك البحر بهوان إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون من فرعون إنه كان عاليا من المسربين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه براء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بأمائنا إن كنتم صادقين أهم خيرا أو خوتوا بعين والذين من قبلهم أهلكناهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا للحق ولكن أثرهم لا يعلمون إن يوم البصل ميقاتهم أجمعين إن يوم البصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام النثيم كالمهل يغني في البطون كغني الحبيب خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صفوه فوق رأسه من علام الحبيب خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صفوه فوق رأسه من علام الحبيب ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستغرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحرور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يدوكون فيها الموت لا يدوكون فيها الموت إن الموت تنولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإن ما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حالهم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن بالسماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يضح من دابة آيات لقوم يؤمنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيى به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآيات يؤمنون ويل لكل أفاك نثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستجبرا ويل لكل أفاك نثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستجبرا ومن كان لم يسمعها فبشر بعذاب أليم وإذا علم من آيات لا شيئا اتخذها هزوا وإذا علم من آيات لا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهير من ورائهم جهنم من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولهم اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى هذا هدى والذين كبروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جريعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين هؤمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي طوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربهم ترجعون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورشقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بيناتهم من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إلا ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمي وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا كتنا عليهم آيات لا بيناتهم ما كان حجتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا اخذوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكننا ترى الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخصر المبطلون وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق إناكم ما نستنسق ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فينخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أبلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظل إلا ظلا وما نحن بمستيقنين وبدانهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين لا لكم لأنكم اتخذتم آيات الله وذوار وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء بالسماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب إلى الله العزيز الحكيم من خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أذرهم عرضون قل أرأيتم تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليه الآيات الأبينات قل الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا صحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكبرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمنوا واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا نفق قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشران المحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها وضعته كرها وحمله وبصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ عشر دورا وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني توت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالدي أفر لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا مساطير الأولين أولئك الذين حقوا عليهم القول في أمم قد خلت من قبل من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجاتهم مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرموا الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عادي ذنر قوما بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتغفكنا عن آلهتنا فاهتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إن من علم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منظرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكلهم كذلك نجزل قوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعهم وأبصارا وأفئذة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئذتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحرق بهم ما كانوا به يستغزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعنهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك افترهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا منزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهديه إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ظلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال بذوطوا العظم بما كنتم تكبرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يرون ما يوعدون لم يربثوا لم يربثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم وينخلهم الجنة عرفها لهم يغيظ الذين آمنوا إن تنصر الله إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسلهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا من أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولادهم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولادهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا صالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة لشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما فقطع أمراءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة لشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما فقطع أمراءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا لعلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهددوا زادهم هدى والذين اهددوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا ساعة أن تأتيهم بغدة فقد جنه أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرضوا ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم قاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض أولئك الذين نعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعدما تبين لهم الرهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرضوا أن لن يخرج الله أضالهم ولو نشاء ناريناكهم فنعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحل القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشنقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى وشنقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطنوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم جفار فلن يغفر الله لهم فلا تهلوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحبكم تبخلوا ويخرج أضانكم ها أنتم أولئك تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أنفا لكم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب الرؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخر المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكبر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزره وتوقره وتسبحه وبكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيعطيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أبوالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بأرسلتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعددنا للكافرين سعيرا ولله ألك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانب لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفتحون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستزعون إلى قوم مليبس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يهتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا هليما ليس عن النعمى حرج ولا على النعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم من في قلوبهم فانزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وعيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكم فلن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساهم مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليم لقد خدق الله رسوله الرئياء بالحق لتنخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع ومثلهم في الإنجيل كزرع إن أخرج شطأه فأعزره فاستغرض فاستوى فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجارا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحفظ أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله أخور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقهم بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالتهم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وعلموا أن فيكم رسول الله لو يضيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرم إليكم الكفر والكسوخ والعسيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن ظوا إبتان من المؤمنين ارتدلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فغادلوا التي تبغي حتى تفين إلى أمر الله فإن ظوا فأصلحوا بينهما بالعجل وأرسطوا إن الله يحب المرسطين إنهم الهمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم من عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا ترمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب برسل اسم الفسوخ بعد الإيمان ومن لم يدف أولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن يثن ولا تجسسوا ولا يرتب بعضكم بعضوا أيحب أحدكم أن يأكل لحن أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنفى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن كنوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن قطيعوا الله ورسوله لا يلتهم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذروا منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا مثنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفير بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ما مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد والنخل باسقات لها طلع نضيد الرزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوض وأصحاب الميكة وطوت بعين كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في نبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوز به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلبظ من قول إلا لديه رقيب عدين ما يلبظ من قول إلا لديه رقيب عدين وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من أتحين وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من أتحين ونبخ في الصور ذلك يوم الوعين وجاءت كل نفس معها سائق وشهين وجاءت كل نفس معها سائق وشهين لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قليل هذا ما لدي عدين ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلى آخر فألقياه في العذاب الشريد قال قليل ربنا ما أطأيته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختصبوا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلبت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حبيب وأزلبت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حبيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بطلب منيب ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بطشا فنقفوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السماع وهو شهيد قلقا خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يكونون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشك كل أرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فنكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاليات ذروا فالحاملات وغرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما تعدون لصادقا وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جناتهم وعيون آخذين ما آدهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق لسائن والمحروم وفي الأرض آيات للموكنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وبسماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيب إبراهيم المكرمين امدخلوا عليه فقالوا سلاما فقالوا سلاما قال سلامهم قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سميعا فقربهم إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشرون بغنام عليم فأقبلت امراته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قول ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خرضكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسلمين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما أجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليا وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر هو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليوم وهو مني وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء ندت عليه إلا جعلتوا كرمين وفي تمود إذ خيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عنهم لربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيامهم وما كانوا منتصرين وقوما وحي من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين وسماء بنيناها بأيديهم وإنا نموسعون والأرض فرشناها فنعمل ما هدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إله الآخر إني لكم منه نذير مبين كذلك رأت الذين من قبله من رسول إلا خولوا ساحر أو مجنون أتواقوا به بل هم قوم طابون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يضعون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسيط الجبال سيرا فويلوا يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكربون أبسحر أما أنتم لا تبصرون إصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشرفوني بما كنتم تعملون متقين على سرور مصفوفة وزوجناهم بحول العين والذين آمنوا وانتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء كل مرء لما كسب رهين وأمدلناهم بفاكهتهم ولحل مما يشتغون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثير ويطوب عليهم غلمان لهم كأنهم لغو مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السمور فمن الله علينا ووقعنا عذاب السمور إنا كنا من قبل يدعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فمن أنت بنعمة ربك بكاهل ولا مجنون أم يقولون شاعرون تربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقولون بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خرقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائل ربك أم هم المصيطرون أم لهم سلموا إن يستمعون فيه بل يأتي مستمعا بسرطان مبين أم له البنات ولتوفوا البنون أم تسألهم عجرا فهم من مغرم متقنون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من سماء ساقطا يقولوا سحاب مرتوب فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق على الهواء إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى حلمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ذو مرة فاستوى وهو بالأبوخ الأعلى ثم دلا فتدلا فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى غفله ما أوحى ما كذف الفؤاد ما رأى أفت مرونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى الصدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآه من آيات ربه الكبرى أفرأيت بلات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا كسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم من أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أمل الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملكهم في السماوات لن تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغ من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن يهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساموا بما عملوا ليجزي الذين أساموا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثن والفواحش إلا الأمم إن ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا شأتم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطول أمهاتكم فلن تسكو أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بمن في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأليس للإنسان إلا ما سعى وأليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أرحأك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى بالنطفة إذا تبنا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهل قعد للأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتبكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزبتي الأزفة ليس له من دون الله كعشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وترحكون ولا تبتون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا وتبعوا أهواءهم وكل أمر مستخر ولغل جنهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بانغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبصادهم يخجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر موضعين إلى الدعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم فهم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فبدحنا غبواب السماء بماء منهبر وفجرنا الأرض عيونا فانتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات أرواح ودسر تجري بعيوننا جزاء لمن كان كفر ولقد وكناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسترون القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخر منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسترنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتفع إنا إذا لفي ضلال وسعر أولقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إن المرسلون ناقذ بذنة لهم فارتغبهم واستفر ونبدعهم أن الرناء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسترنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قولوط بالنذر إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل نوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد ودوا عن ضيبه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء أل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدا وأمر بل الساعة موعدهم والساعة أدا وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما استسقر إنا كل شيء خلقناه بقدر ومن أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مختبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ورضع الميزان ألا تطهوا في الميزان وأقيم الوزن بالقصر ولا تغسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحفظ العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصان كالفخون وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما فارزخوا لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما فارزخوا لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهم اللول والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوان المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والمرض كل يوم وفي شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنخرغ لكم أيها الثقلان سنخرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معجر الجل والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقرار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواغ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشطت السماء فكانت وردة كذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعمق المجرمون بسيباهم فيأخذوا بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حبيب النار فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتا فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان تدريا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرشهم بطائنها من استبرقهم وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه النخاص وتطرب لم يرمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياغوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حم قصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطلثون إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على أطرف الخرين وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك للجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت أباء منبثا فكانت أباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلث من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكين عليها متقابلين يطوب عليهم ولدان مخلدون بأكوابهم وأباريخ وكحسهم معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون ولحن طير مما يشتغون وحور عين كأمثال لغلئ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخمود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوع وبرج مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سنون وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أئذا مثلا وكنا ترابا وعظرا ومن أئنا لمبعثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها ضلون المكذبون لآكلون من شجر من زقام لآكلون من شجر من زقام فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحظيم فشاربون عليه من الحظيم فشاربون شرب الحيم هذا نزلهم يوم الدين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن خدرنا بينكم الورد وما نحن بمسفوقين على أن نبدل أمثالكم وننجئكم فيما لا تعلمون ولكن علمتم النشاة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء نجعلناه حظاما فظلتم تبكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتمه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه حجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم ما الذي تقول أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشعون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمطوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمس إلا المطهرون تنزين من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكربون فلولا إذا بلغت الحرقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أضرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان منها المطربين فروحا وريحانا وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استغى على العرش يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين عملوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ومنكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم ومنكم أن لا تنفقوا في سبيل الله ولله بيراد السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذي الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم دعى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورا بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات تجري من تحت أن لنا وخالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين أمنوا انظرونا لقد ترس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قضرب بينهم بسور قضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة باطنه فيه الرحمة وظاهروا من كبله العذاب ينادونهم ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فثنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وتربصتم وغروتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم بذية ولا من الذين كفروا مأوانكم النار مأوانكم النار وهي مولادكم وبعس المصير ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فطال عليهم الأمد فرست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأخرضوا الله وأخرضوا الله طلبا حسنا يضاعف له أبولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشغداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كبروا وكثبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتروا مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد وبغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغبرة من ربكم وجنة وجنة عرضها كأرض سماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو القضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا غزلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي العزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتدين وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجير وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتدعوا رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أدرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتبوا الله وآمنوا برسوله يعطيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفورا رحيم لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ألا يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الآئي ولدنهم وإنهم ليطولون هنكرا من الخول وزورا وإن الله لعفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبتهم من قبل أن يتمسا ذلكم تعبون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمسا فمن لم يستطع فإضعاموا ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثوا الله جميعا فينبعهم بما عملوا أحصاه الله ولسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبعهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم ترين الذين نووا عن النجوى ثم يعودون لما له عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لن يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما تقول حسبهم جهنب يصلونها فبئس المصير حسبهم جهنب يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم ترين الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهير لن تغني عنهم أموال ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم أصحاب النار هم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم نجر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغرب أن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حز الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كذب في قلوبهم الإيمان لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كذب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويلخنهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظلنتم أن يخرجوا وظنوا أن لهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجناء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فاخذوه وما لهاكم عنه فانتهوا فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوهوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوب داغلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ألم ترين الذين نافقوا يقولون لإخوانهم ألم ترين الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كبروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن كوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لإن أخرجوا لا يخرجون معهم ولإن كوتلوا لا ينصرونهم ولإن نصرهم ليولن الأدبار ثم ننصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لأن يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذا قال للإنسان اكبر فلما كفر قال إني بني منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لا يستوي أصحاب الجنة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشرة الله وتلك الأمثال نغربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البالغ المصور له الأسماء الحسنى يسبح لهما بالسماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوتهم أولياء تنقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإنكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتراء مرضاتي تصلون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يتفقوكم يكونونكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وأرسلتهم بالسوء وودونه تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم سوة حسنة بإبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إما براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تخلوا بالله وحدا إلا قون إبراهيم لأبينا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لن تجعلنا بثة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم وسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولف إن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم ودتهم والله خدير والله أفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لهمن حل لهم ولاهم يحلون لهمن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكفوهن إذا أتيتموهن هجرهن ولا تمسكوا بعصب الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا للكم حفظ الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعنقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات إذا جاءك المؤمنات يبعنك على أن لا يشرقن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزرين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يحطين ببوتان يرترينه بين أيديهن وأرجلهم ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفع لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما وضب الله عليهم لا تتولوا قوما وضب الله عليهم قد يعيسوا من الآخرة قد يعيسوا من الآخرة كما يعيس الكفار من أصحاب القبول بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولوا لما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تغذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدن قوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب ويدعى إلى الإسلام والله لا يهدن قوم الظالمين يريدون أن يضفئوا نور الله بأفواههم والله مدن مدوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالردى ودين الحق ليضيره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خيرا لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم وينخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدل ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وبتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كنوا أنصار الله كنوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكبر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي دعز في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يأتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئز مثل القول الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدل قوم الظالمين قل يا أيها الذين آذوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبعكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا ضغيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة النهولين فضلوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير رازقين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فضرع على قلوبهم فهم لا يفهمون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يخفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لهم رؤوسهم ورأيتهم يخدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدى القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافذين لا يفقهون يقولون لنرجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تريدوا أهانكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا بما رزبناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجر قريب فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجر قريب فأصدق واكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا لذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمنون والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما بسماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتقون بأول الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغل الله والله غني والحميد زعم الذين كفروا أن يبعثوا قلبنا وربين تبعثن ثم لتنبهن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه الله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عن وسيئاته ويدخل وجنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبحس المصير من أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البناه المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزوالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموانكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوقشح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قوضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصون عدت واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقل ظلم نفسه لن تدري لعدم الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا يبلغنا جنهن فأمسكون بمعروف أو فارغون بمعروف وأشهدوا ذو يدني منكم وأقيموا الشهادة لله ذلك ويوعظوا به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله فارغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يحسن من المحيط بالنسائكم إن ارتبتم فعدتن ثلاثة أشهر واللائي لم يحبن وغلات الأحمر أجنون أن يضعن حبلهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكبر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوا من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كنوا لات حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واهتمروا بينكم بمعرف وإن تعسرتم فسترضعنه أخرى لينتغدوا سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينتغ لما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عدت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فداقت وبان أمرها وكان عنقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتبوا الله ينهر الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يكون عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها لنار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رسقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثله يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاق بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ بَقُورٌ رَحِيمٌ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإن أسرى النبي إلى بعض أزواجه حنيثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه انطلق كل أن يبدله أزواجا خيرا منكم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا ناما وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غنار شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزر له النبي والذين آمنوا معه ونورهم يسعى بين أيدينا أتمن لنا نور لا وغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومواهم جهنم وبئس البصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوحي وامرأة نوط كانتها تحت عبدين بن عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ خالت رب ابن لي عين ذك بيتا في الجنة ونجنيهم فرعون وعمليه ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنبخنا فيه من راحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من الرقالتين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كواتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ونقذ زين السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوب للشياطين وأعددنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء من أنتم إلا في ظلام كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغبرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور أنا يعلم من خلق وهو النظيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض نولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإله النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان ذكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إنه الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك لزقه بلجوا في عزوين ولفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السماء والأرصار والأفعدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا الذي مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه ثوكرنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والغلم وما يسترون من أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير مبنون وإنك لعنا قلق عظيم فستبصر ويرصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين وادوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بلمير منع للخير معتد أثيم عتلين بعد ذلك زني أن كان ذا مالي وبني إذا دثنا عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسموه على الخرطوم إنا بلولاهم كما بلولا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمونها مصبحين إذ أقسموا ليصرمونها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها ضائف من ربك وهم دائمون فأصبحت في الصليم فتنابوا مصبحين أن اغدوا على حرطكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرط قادرين فلما رأوها قالوا إنا لظلون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أكن لكم لو لا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاوون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبذلنا خيرا من آئلنا إذا ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركا فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرب متقنون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكور لولا أن تدركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذمور فاجتبه ربه فاجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنوا وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحقة ما الحق وما أدرك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فتروا القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتبكات بالخاطعة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلنا لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتها دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت سماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أبقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوبها دانية قطوبها دانية كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني بانية هلك عني سلطانية خذوه فظلوه خذوه فظلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون براعا فاسكوا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمكرأ كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة واضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي وأما من أوتي كتابه بشماله ما يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مانية ما أغنى عني مانية هلك عني سلطانية خدوه 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 فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ثم في سلسلة ذرها سبعون ذرا ما أغنى عني مانية 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 إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على ضعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا ضعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أغسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاحر قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من حروتي فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكببين وإنه لحسرة على الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله 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 الرحيم رحيم بني سراعا كأنهم إلى نصوب يغفرون خاشعة الأبصار هم ترهقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يقعدون بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا طومه لي لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قالوا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكفارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباخا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدونهم من دون الله أنصارا وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا ثبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنه ظلنا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنه ظلنا كما ظلنتم أن لن يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشهبا وأننا كنا نقعد منها مقاعدا السمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا وصدا وأننا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأننا من الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائقا قددا وأننا ظلنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه حربا وأننا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخزا ولا رهقا وأننا منا المسلمون ومنا القاسقون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسقون فكانوا لجهنم حطابا وأن لو استقاموا عن الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعنب عن ذكر ربه يسلط عذابا صعدا وأما المساجد لله فلا تدعوا بع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله أدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لن أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحدا ولن أجنى من دونه مرتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعذون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يضير على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلط من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المجزم لكم الليل إلا قليلا نصفا أو قصم قليلا أو زد عليه ورتد القرآن ترتيبا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشعة الليل هي أشد وطآ وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يكونون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكانا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصوا فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفا وثلثا وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصناة وأنتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله بخور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُدَّةِ وَقُمْ فَأَنْذِلْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالْرُجْزَ فَهْجُرْ ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا مقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأريقه صعود إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قدر ثم نبر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا كول البشر سأصليه سقر ومن قدر كما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلى ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فثلة للذين كفروا ليستيقل الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضا والكافرون وليقول الذين في قلوبهم مرضا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يظل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إلى دمر والصبح إذا أسفر إنها لأحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينه إلا أصحاب اليمين إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر قالوا لنكم من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشابعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرث من قسورة بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكره كلا إنه تذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بلانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا بلق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لن تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظل أن يفعل بها فاكرة كلا إذا بلغت التراق وقيل من أراق كلا إذا بلغت التراق وقيل من أراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أحسب الإنسان أن يترك صدا ألم يكن ضفة من مليئنا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس مالك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نظفة أمشاج نبتليه فاجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إن أعددنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزا بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمريرا ودالية عليهم غلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستمرق وحلوا أساور من فضة وحلوا أساور من ثمة وسقاهم ربهم شرابا فورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولن تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويلرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما تعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإلى السماء فرجت وإذا الجبال نصبت وإذا الرسل أقذت لأي يوم أجنت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يوم إذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يوم إذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعمل قادرون ويل يوم إذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شابخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يوم إذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكرمون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظلين ولا يغني من اللهب إنها ترني بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يوم إذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يوم إذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يوم إذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وبواكه مما يشتهون قلوا واشربوا غنيا بما كنتم تعملون إنك ذلك نجزي المحسنين ويل يوم إذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يوم إذ للمكذبين وإذا قيل لهم ركعوا لا يركعون ويل يوم إذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم البصل كان ميقاتا يوم ينفق بصور فتأتون أفواجا وفدحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزا وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بها يؤتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أثرابا وكأسا دهاق لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء الحسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنهم مردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية القرى فكلب وعصى ثم أدبر يسعى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله لك إلى الآخرة والأولى إن في ذلك العبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك ضحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعابكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونال نفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسأل لك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرا أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يصعى وهو يخشى فأنت عنه تلها كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطبة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يغض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شغفنا الأرض شقا فأنبثنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غربا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعابكم فإذا جنت الصاخ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسمرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاء عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموعودة سغلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزن فتعلمت نفس ما أحمرت فلن أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غراك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك كما بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين ومن غدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تبلك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم غير للمطففين الذين إذا اكتانوا على الناس يستغفون وإذا كانوا هم أوزنوا هم يخصرون ألا يظن أولئك أنهم مبعثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجينهم وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم من ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقالوا هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضلون ومن أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يأيغ الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بل إن ربه كان به بصيرا فلن أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نخموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذين هم ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنب فلهم عذاب جهنب ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها للنار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدرى كما الطارق النجم الثاكب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوا والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يصن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف ربعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سضحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر ولياد العش والشفع والوت والليل إذا يس هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إنهم مكن بالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتنى مربه فأكرمه ولعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا ذكت الأرض ذكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يؤذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد يا أية النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك تمالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشبتين وهديناه النجدين فلقتح ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسعبة يتيما ذو مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهر إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهر إذا تجلى ومن خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنظرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إن ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجذك يتيما فآوى ووجدك ضلا فهدا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطاء رآه استغنى إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنسبعا بالناصية ناصية كذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبالية كلا لا تطعه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يثلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تبرق الذي لهوت الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروه إلا ليعبدوا الله مخلصين إن له الدين حنفاء حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم وإنما خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدل تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقانها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدروا الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقان ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقان ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات طبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به لقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعدر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة ومن أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية ومن أدراك ما هيه نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترغن الجحيم ثم لترغنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك من الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئذة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير الأباب لترميهم بحجارتهم من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإله في قرنش إله فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فوي للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شارئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد دينكم وليدين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم ثبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نور ذات الهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يأولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوزوز في صدور الناس من الجنة والناس من شر الناس ترجمة نانسي قنقر